اشتركوا في القناة وفي المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الخميس اثنين ستة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة وللمشاكل طبعا القمر موجود في برج السرطان بما انه موجود في برج السرطان جميع الابراج في هاي الفترة بتشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان انه لا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشربنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها في هاي الفترة بوسعنا شراء عقار او استئجار عقار او لانتقال من منزل لمنزل زراعة نبت ماء او شجيرة لانتباه اكثر لاطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اول زاوية هي زاوية اقتران ايجابية بين المريخ وبين المشتري اليوم هو اخر يوم لتأثيرات هاي الزاوية هاي الزاوية بتخلق جو من التسامح وبرضو ممكن نتسامح مع الاشخاص اللي اخطؤوا بيخطؤوا بحقنا ومنمد يد العون الهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن خطأ ما اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيرات هالزاوية لغاية يوم تسعة ستة نصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم تسعة ستة وهي اللي بتسببنا التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا لبعض الارهاق وهذا الارهاق ممكن يضر بصحة البعض مننا بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل وذروتها طبعا راح تكون الساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين اورانوس طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعة الضحى تقريبا يعني ما قبل الظهر بشوي وبتستمر لغاية منتصف الليل هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وبرضو ممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا من ناحية ايجابية اما بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية ما بنصح باجراء عمليات جراحية لهاي الامور تحديدا ولكن ممكن العناية فيها مراجعة طبيب اخذ علاجات لالها بيصير مناسب اللي هي المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق وبرضو الجهاز اللمفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء عمليات جراحية للأعضاء غير اللي ذكرتها طبعا مناسب لعمليات الصغرى وبرضو مناسب للعمليات الكبرى هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن مثل الجراحة يعني هو مناسب لالها ولكن بظل فيه من تراجع عطارة بعض التأثيرات السلبية فما بنصح فيها بالنسبة لهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم ثلاثة ستة بيبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وأربعة عشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وسبع وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر بعدها القمر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمر ثلاثة أيام في تمام الساعة ثلاثة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بيصبح أربع أيام نسبة الإضاءة خمسة عشر في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزة حتى يوم واحد وعشرين ستة هي سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان حتى يوم ثلاثة ستة منتحس الآن بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة ستين في المية وبيكمل ساعات المساء بالنسبة لعطارد في الثور بيتراجح حتى يوم ثلاثة ستة منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في الثورة حتى يوم 23 ستة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 60% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة بعدين ببدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثورة حتى يوم 24 ثمانية بعدين ببدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة بعدين ببدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% إبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر موجود في البيت الرابع فاليوم بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش أنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم برضو اليوم لازم تحذروا من التصرفات العدائية وحاولونكم ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن اليوم البعض يعاني من بعض الإرهاق النفسي ومالبعض ممكن يسمع نوع من أنواع العتاب أو اللوم بسبب إهماله أو نوع من أنواع الكلام الجارح في بعض الأوقات برج الثور ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وحتى التجارة المحلية أهم شيء تكونوا أكثر صبرا على الطرقات أثناء قيادة السيارة اليوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانكم اليوم تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات بنوع من أنواع التحفظات اللي هي ممكن لأنه انتحاسة عطارد عالية شوي يخليه ما في عندك تركيز أو تتسرى في بعض الأمور حاول أنك ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وبرضو اليوم ما بتهدأ وتيرتك بأي مجال بتتحرك فيه برج الجوزة طبعا اليوم مناسب جدا لأمور المالية وفي بعضكو رح يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو ما اللي بعود لكم بتحصلوا عليه أو بتستردوه وبرضو البعض منكم ممكن يحصل على هدية أهم شي انكو تخففوا من النفقات اللي ما الهداعي قدر الإمكان وبرضو اليوم بتناقشوا مواضيع تتعلق بتمويل أو قرب وممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها اليوم بيفتح أمامكم أبواب حوار ونقاش بناء جدا ولمصلحتكم بس الأهم انك تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ورغم وجود الشمس في بيت المتاعب إلا أنه اليوم تشعروا ببعض النشاط والحيوية وعندكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شي انكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن بدون إجبار بترتفع المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة وبتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعدلكم النشاط إلى حياتكم اليومية وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر إذا استغلتوها بشكل إيجابي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر صار موجود في السرطان اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك بتشعروا أنه التعب سيطر عليكم بتقدروا اليوم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة ممكن بتكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض خلال هاي الفترة بتفشل أعمالكم في حصد النجاح وبيخيد أعمالكم لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة أو حتى الأشخاص اللي بيوعدوكم بشيء ممكن ما يوفو فيه فعشان هيك اليوم بنصح بس بإجراء الأعمال الروتينية برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة لكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص يعني حاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك من الانتقادات اليوم بناسبك من ناحية العمل من ضمن مجموعات من الزملاء من الأهل يعني عن المستوى الاجتماعي برضو ممتاز أنت بحاجة للتحالفات اليوم بتفرح لتفاهم الآخرين لإلك وبتحصل على التأييد اللي بتحلم فيه وبتشارك فيه ورشة عمل برج الميزان ابتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين واليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك أهمش إنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع الفترة هاي لأنه بتحمل بعض القلق والتوتر فما في داعي لمخالفة القوانين أو المجازفة أو المغامرة أو عمل أي شيء ممكن إنه يشويه سمعتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم مناسب جدا لأمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التعامل مع أجانب برضو ممتاز جدا على مستوى الامتحانات الجامعية بتكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وهذا الشيء ممكن يسهل جميع تحركاتك أهم شيء إنك ما تقف ساكن حاول أنك تتحرك بجميع الاتجاهات حتى على المستوى العاطفي والمالي والقضايا القضائية فهي لصالحك برج القوس بتنهم كل يوم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة يعني الأموال اللي معك شريك فيها إن كان زوج أو بنك أو ضريبة أو تأمين أو ميراث ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولاعادة بعض الأمور لنصابها وبرضو بدك تحاذر من مخالفة القوانين والتعليمات حاول إنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين وعالج الأمور المالية بشكل موضوعي وحاول إنه اليوم برضو لأنه ممكن يكون في بعض المواضيع اللي راح تهتم فيها المالية أو الإدارية برج الجديد طبعا القمر صار موجود مقابلكم تماما فهذا بعطيكو إيجابية من ناحية وسلبية من ناحية أخرى الإيجابية إنه بينصب إهتمامكم حول موضوع الشراكة وبتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة مثل الأحبة والأزواج والتعامل معاهم أو بالعمل شركاء العمل هاي فترة من سلبياتها إنها متوترة لأن طاقتك ضعيف جدا فممكن تتورط في أزم ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو بعض الخطوات أو تغير النمط معين لأجواء تحكي إنه ما فيه أي مشكلة في التغيير ولكن ابعد عن المشاكل لأنه اليوم سهل استفزازك وحاول إنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر صار في البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل والصحة فبدك تتوقع اليوم إنه العمل يتراكم عندك رغم إنه عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال إلا إنه بدك تنتبه من أعمالك وتراكمها أو خلافات ما بينك وبين زملائك أو الأشخاص اللي بتعاملوا معك في مكان عملك وحاول إنجاز ما بوسعك من عمل دون إهمال الصحة لا تدخل في مواجهة مع زملائك وحاذر من التراجع الصحي غير أولوياتك إذا دعت الحاجة وحاول إنك ما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار في البيت الخامس وهو بيت الحظ والعاطفة فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء عاطفية بشكل كبير حتى على مستوى الفنون والتجميل والهوايات ممتازة وعلاقتكم بالأبناء اليوم هذا اليوم بيقدم لك على فرصة مناسبة للمصالحة أو للتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور برضو ممتازة جدا تعتبر هاي فترة إيجابية جدا يجب عليك استغلالها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء